موسيقى صحفية سورية تفوز بجائزة روري بيك لمصوري الفيديو المستقلين مصرف الرافدين العراقي يعيد نشاطه في الموصل موسيقى وبين ساعات العمل الإضافية وتقليل ساعات العمل الأصلية كيف يؤثر ذلك على صحة الإنسان موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن فازت الصحفية السورية وعد الخطيب بجائزة روري بيك البريطانية المرموقة التي تحظى بتقدير عالمي وتكرم كل سنة أفضل مصوري الفيديو الصحفيين المستقلين ومنحت الجائزة للخطيب لتصويرها فيلم مروعا داخل مستشفى في مدينة حلب بعقاب قصف مدمر على المدينة في العراق فتح مصرف الرافدين أبوابه من جديد في قضاء الحمدانية شرقي الموصل بعد ثلاث سنوات من الإغلاق بهدف إعادة التعاملات المصرفية وتنشيط الحركة الاقتصادية تتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من استئناف مصرف الرشيد نشاطه منذ تحرير المدينة التي احتلها داعش وسرق من مصارفها خلال ثلاث سنوات ملايين الدولارات والمليارات من العملة العراقية بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات للمؤسسات المصرفية في الموصل ها هي الحكومة العراقية تعيد مجددا افتتاح فرع مصرف الرافدين منذ عام 2014 وأفرع المصرف ترزح تحت احتلال داعش فالخزائن تعرضت للسرقة ومعظم المباني كان مصيرها التدمير اليوم تم افتاح أحد فرع مصرف الرافدين في محافظة نينوى وفرع الحمدانية هو فرع قديم بس لكن بعد تعرفون العمليات اللي صارت في محافظة نينوى تم تهجير أهل المنطقة كلهم ومن ضمنهم أكيد دوائر الدولة كلها فمن ثلاث سنوات أكيد ما مقدم المصرف لخدمات وإن شاء الله اليوم بمساعدة القوات الأمنية والجهات الأخرى بالتعاون وياهم قدرنا أن نأهل المصرف ويكون المصرف يكون نخدم خدماتها للمواطنين للزبائن الموجودين أدنى والموظفين دوائر الدولة الأخرى أكثر من مئتي مليون دولار سرقها مقاتل داعش من المصارف الحكومية والأهلية في الموصل إضافة إلى ستة مليارات دينار عراقي كانت موجودة في سبعة عشر مصرف في المدينة هذا المصرف راح يقدم المنطقة ويقدم الموصل نيناء ويقدم العراق لأنه عمود الاقتصاد وعمود الاستثمار هو المصرف فإذا ماكو مصرف لاكو استثمار ولاكو اقتصاد ولاكو ودايع ولا التاجر يقدر يحتفظ في بيته بمبالغ طائلة إذا لم يكن مصرف هناك عنده خزين ويعتمد عليه بعدين أنه نحتاج لعملية الاستثمار والتنمية نحتاج لقروض فالبنك يدعم هالمسألة هذه ونحن مستبشرين خير في افتتاح مصرف الرافدين فرع الحمدانية خدمة للمنطقة ولنينوى افتتاح الفرع الأول لمصرف الرافدين بمحافظة نينوى بعد تحريرها من المؤمل أن يساعد على مشاركة القطع الخاص في اعادة اعمار مدينة الموصل واستعادة الحياة فيها اعتبار احنا تجار المنطقة نتوجه إلى الاستثمار بالمنطقة لأن مبالغنا يكونها موجودة بالبنك فما نقدر نبني المنطقة إذا ما نحصل فلوسنا تقريبا مبلغي فوق المليار أو أقل مبلغ موجودة بالبنك اعادة افتتاح فرع مصرف الرافدين في الحمدانية هو مؤشر على أن المرحلة القادمة في الموصل وعموم محافظة نينوى هي مرحلة النهوض بالواقع الاقتصادي في هذه المناطق والتي حاول داعش تدميرها وتحييدها عن جميع مقومات الحياة أكد نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايك بنس أن الرئيس ترامب ليقف متفرجا إذا ما تخطط له إيران وشار بنس في كلمة له بمناسبة ذكرى تفجير مقر المارينز في بيروت في عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين إلى أن حكام إيران هم من أمروا بهذا الهجوم لافدا إلى أنه سيتم إعادة بناء الجيش الأمريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن وجود انقسامات حادة داخل نظام الملالي في إيران مستشهدة بتوجه الحكومة لتحجيم قدرة أحد أكبر أذرعها العسكرية الحرس الثوري بسبب تلاعبه في الاقتصاد المحلي وجني مبالغ طائلة على حساب الحالة الاقتصادية المتدهورة داخل البلاد التفاصيل مع زميلة عفراء القول كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن وجود انقسامات حادة داخل النظام الإيراني مستشهدة بتوجه الحكومة لتحجيم قدرة أحد أكبر أذرعها العسكرية الحرس الثوري بسبب تلاعبه في الاقتصاد المحلي وجني مبالغ طائلة على حساب الحالة الاقتصادية المتدهورة داخل البلاد وقالت الصحيفة إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قام بقيادة حملة تحقيقات واسعة النطاق داخل الحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بعملية احتكار واسعة النطاق في قطاعات الطاقة والبناء وقطاعات حيوية أخرى في الاقتصاد الإيراني والتي تتسبب في تدهور الاقتصاد الإيراني وعدم السماح بالأموال للتدفق إلى السوق المحلية ما يعد مؤشرا واضحا لانقسام كبير بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني حيث قام روحاني بإصدار أوامر باعتقال مئات المسؤولين داخل شركة خاتم الأنبياء للأعمال مما سيضعف قدرة الحرس على متابعة وإدارة أمواله الطائلة التي جنها من الفساد والاحتكار على حساب الشعب الإيراني وبحسب الصحيفة فإن الحرس الثوري يستعمل أرباحه في تمويل فرض أجندات إقليمية تساهم في زعزعة الاستقرار أكثرها وضوحا هو التدخل العسكري في عدد من مناطق الصراع والتي دائما ما تنتهي بتأجيج الأوضاع وإعادة المواجهات بين الأطراف في تلك المناطق وقالت الصحيفة إن روحاني قام بأكثر الخطوات الغير مسبوقة في تاريخ إيران حيث قام بخفض ميزانية الحرس الثوري الإيراني بشكل كبير لوقف عملية الاحتكار التي يقوم بها بالإضافة إلى اعتقال عددا من الضباط من داخل الحرس بتهم الفسد وأضافت نيويورك تايمز أنها حرب أخرى بين إيران والحرس الثوري الإيراني حيث قام روحاني بانتقاد الحرس الثوري الإيراني علنا قائلا إن الحكومة سلمت اقتصاد البلاد إلى مجموعة تمتلك السلاح والإعلام وأمور أخرى ولا أحد يجرؤ على منافستهم وأضاف أن ذلك ليس بأي شكل من أشكال الخصخصة التي ستساعد الاقتصاد المحلي في النمو وترى صحيفة نيويورك تايمز أنه من الخطأ وضع فرضية أن الحرس الثوري الإيراني سيتم إخراجه من الاقتصاد الإيراني في القريب العاجل حيث أن القطاع الخاص داخل إيران صغير للغاية لمنافسته وبالتالي ستشهد إيران صراعا طويل الأمد بين كل من روحاني والحرس الثوري بإيران على من يقود زمام الأمور سياسيا واقتصاديا داخل إيران أحييكم من جديد تتراوح ساعات العمل في العالم بين 6 إلى 10 ساعات يومية بالمعدل تم اختيار هذا العدد بناء على عدة دراسات أثبتت فعالية الموظفين إلا أن أصوات عديدة بدأت تنادي بتخفيض عدد ساعات العمل اليومية تتيا نداءات في ظل تحذيرات طبية من تأثير ساعات العمل الإضافية على صحة الإنسان إذ أفدت دراسة حديثة أن ساعات العمل الطويلة التي تصل إلى 55 ساعة أسبوعيا مرتبطة على نحو كبير باحتمال الإصابة بالسكتة الدماغية حول ساعات العمل تفاصيل أوفى مشاهدين في تقرير الزميلة حنان ظاهر في هذا العصر السريع لا وقت للراحة العمل لا ينتهي، الشركات تطلب ساعات عمل أطول والموظفون يتذمرون في كوريا الجنوبية مثلاً معدل ساعات العمل للفرد الواحد تصل لـ 2069 ساعة سنوياً وهي ثالث أطول فترة بعد المكسيك وكوستاريكا ومؤخراً اشتكى الكوريون من ملاحقة العمل لهم حتى بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية عبر الرسائل النصية وانطلق حراك يطالب بحظر الرسائل بعد ساعة العمل مسألة عدد ساعات العمل باتت مؤخراً قضية تشغل العالم فبعد دراسة بريطانية نشرت مؤخراً تفيد بأن ساعات العمل يجب أن لا تتجاوز الثلاث ساعات يومياً تزايدت المطالبات بإعادة النظر في ساعات العمل التي تتراوح عادة بين الست إلى عشر ساعات يومياً الدراسة البريطانية شارك فيها نحو ألفين موظف بريطاني بدوام كامل ووجدت أن فاعلية وإنتاجية الموظف لا تتجاوز الثلاث ساعات في اليوم وبحسب الدراسة تتنوع الأشياء التي يقوم بها الموظفون خلال ساعات العمل والتي لا تتعلق بمهامهم الأساسية منها زيانة مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أربع وأربعين دقيقة وقراءة المواقع الإخبارية لساعة وخمس دقائق ومنقشة أنشطة لا تتعلق بالعمل مع الزملاء لأربعين دقيقة وإعداد المشروبات الساخنة لسبعة عشر دقيقة في المعدل كما وتستغرق استراحات التدخين ثلاثة وعشرين دقيقة والرسائل النصية أربعة عشر دقيقة وتناول الوجبات الخفيفة ثمانية دقائق وإعداد الطعام في المكتب سبع دقائق وإجراء المكالمات الشخصية ثمانية عشر دقيقة بينما يأخذ البحث عن وظائف جديدة ستة وعشرين دقيقة كل هذا الوقت الضائع يرى كثيرون أن حله الوحيد هو تركيز العمل في ساعات عمل أقل بما يعطي إنتاجية أكبر لكن هل يمكن حقا أن تغير الدول سياسة ساعات العمل فيها قريبا؟ السفر إلى بنجلادش يعد صعبا وسط الظروف المعيشية والبيئية والصحية التي تحيط بها نهيك عن شح المعلومات التي يمكن الحصول عليها مراسلنا رمضان المطعني حاولا يتواصل مع أحد المكاتب السياحية في القاهرة ويتوجه إليهم ببعض الاستفتارات التي يمكن أن تساعد في الإجابة عن إمكانية السفر إلى بنجلادش وما هي تحذيرات التي يجب معرفتها نتابع يبدو أنني لم أقف الحصول على المعلومات التي أريدها بالشكل المطلوب عن البضع الصحي في بنجلادش وتطلب الأمر أن أذهب إلى أحد مكاتب السفريات لكي أستفسر عن ما هي الإجراءات التي أود معرفتها إذا كنت أرغب بالسفر إلى بنجلادش عن الوضع الصحي هناك فهيا نذهب سويا ها قد وصلنا إلى أحد مكاتب السفريات فهيا بنا لندخول يبدو أن السفر لبنجلادش ليس بالأمر اليسير فمصطفى أحد العاملين بمكتب السفريات أمدني ببعض المعلومات عن الوضع الصحي هناك وحذرني قبل أن أرغب في هذه الرحلة على اتخاذ بعض التدابير بنجلادش من النواة الأسوية التي فيها مشاكل وأمراض حتى الوضع الصحي إلى نوع ما حتى منظمة الصحة العالمية حذرت من مرض الملاريا هناك فهنا بنكنع المسافر عشان يحافظ على صحيته ويحافظ على نفسه أنه قبل ما يسافر لمدة أسبوع أنه فيه قراس وتطعمه بيأخذها لمدة أسبوع عشان يحافظ على نفسه من العدوى هناك ليس الملاريا فقط إنما هناك أمراض أخرى دخلت على البلاد بسبب كثرة المهاجرين إلى بنجلادش وأوضاعهم الحريجة بجانب المرض الملاريا فيه مرض تاني يظهر بشكل كبير جدا اسمه حمد دينك وده بسبب زيادة قصة المهاجرين لدولة بنجلادش كمان المهاجرين قاعدين في مساحة صغيرة جدا فلذلك المرض هينتشر بطريقة كبيرة جدا بعض الأدوية لابد أن لا تفارق حقيبتي نصحني بها مصطفى إن أردت أن أأكل دون عنام بجانب الأمراض الموجودة في بنجلادش فهناك أمراض تلوص تلوص حواء النتج عن الفيضانات فده بيعمل تلوص في الطعام بالنسبة كبيرة جدا فننسح المسافر إنه يأخذ معي أدوية أدوية متهيرة للمعدة للتقنب من أي مرض هنا في نهاية قصتي مع مصطفى توجهت له بالتحية على كل ما أمدني به من إجراءات لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة عانى أطفال ليبيا خلال الست سنوات الماضية من إهمال كبير بسبب عدم وجود برامج وخطة حكومية واضحة المعالم ترعى مصالحهم وتهتم بهم وتطور من قدرتهم رغم ذلك تحاول المؤسسات الأهلية تكثيف جهودها لسد هذا التقصير والدفع بهم لا يختلف إثنان على أن فئة الأطفال تعد من أهم فئات المجتمع فهي تحتاج الاهتمام الخاص أهملت رغمه نتيجة ظروف البلاد الحالية يعكف المهتمون بشؤون الطفولة في التخطيط لبرامج وحملات تهتم بهم فجهد مجتمعي تطوعي يبذل الآن بعدما أطلقت مجموعة من المهتمين مؤخراً حملة وطنية مستدامة للتعريف بحقوق الطفل تهدف أنشطتها لتويات الأطفال بحقوقهم وتطوير قدرتهم علاوة على ممارسة ضغط تجاه أصحاب القرار لضمان حقوق هذه الفئة الحيوية قمنا بهذه الحملة للتعريف بحقوق الطفل باعتبار أن ليبيا موقع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صدرت من 1993 ولكن بقيت في الأدراش من يومين أطلقنا بيان نستنكر فيه بعض الأساليب التي تسئل الطفل والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون الحملة كانت قد أطلقت مؤخراً بياناً طالبت فيه الجهات المختصة بفتح تحقيق ضد كل من ينتهك حقوق الطفل جاء ذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو تظهر ممارسة عدائية ضد بعض الأطفال من جهة أخرى ينظم مهتمون آخرون برامج ومهرجانات ترفيهية وتثقيفية ومسابقات قرآنية على مدار العام للمساهمة في تكوين شخصية مثالية لهؤلاء الأطفال برنامج الأنشطة أنها ناقصة بسبب عدم السيولة من الوزارات المسؤولة على الطفل بين الوزارة الاجتماعية أو وزارة التقافة نحاول جاهدنا أن نديروا حاجة حتى لمسة بسيطة مع الناس الداعمة مع الأولياء الأمور أن نديروا نشاط حتى بسيط للأطفال أهم حاجة هي ابتسامة للأطفال اللي بي ست سنوات عصيبة عانت فيها هذه الفئة إهمالاً واضحاً بسبب عدم وجود برامج حكومية لدعمهم نفسياً وتنموياً ذلك في ظل محاولات واجتهادات من مؤسسات أهلية لا تنقصها الكفاءة والمهارة والإيرادة بقدر ما تعيقها الإمكانيات المادية على الوصول لهدفها المنشود معتزل خريف لأخبار الآن ترابلس منفى أو صرف نهاية الخدمة هو انطباع أولي تبادر إلى الذهن لدى الحديث عن دور العجزة الواقع يظهر أنها مأوى أحياناً ومنفى في أكثر الأحيان غير أن تفاصيل الحقيقة تتكشف على من بانت تجعيد الزمن على وجوههم مراسلة أخبار الآن تريسي أبي أنطون من لبنان والتفاصيل دار العجزة بين من يعتبره منفى نهاية الخدمة وبين من يجد فيه المأوى وبيت الراحة تكمن حقيقة التعريف في حكاية وظروف من تسللت التجعيد إلى وجوههم جميلة التي لم تتزوج أمضت عمرها في تربية أولاد أسرة غريبة وفي حكايتها عتب وملامة ترافق أيام شيخوختها في دار للمسنين ولا بي ولا خي ولا أم ولا حدا ولا حدا ما عندي حدا ما عندي يعني مقطوع أنا هائيا أنت جيت بإجريكة على المأوى نعم نعم كنت قلت لك عند ناس وسافرون ما قدرت سيفرت معهم عادت عند ناس 30 سنة ربيتهم ربيت لأولادهم هيدا صبي من الجملة للي أنا مربيته ما حدا بيقلي مرحبا ما حدا بيقلي كيفك يا جميلة نجبكي وبنهر ستنا لأنه ما بيسمع كلمة مرحبا ما أنه ربيت أربع أولاده وصبية ما حدا لحده وقد يكون الدار خيارا مكرها فالعم فريد الذي انفصل عن زوجته قبل 16 عاما ويعيش أولاده في المهجر يسكن الدار كملجأ وحيد أمامه بتعيش بك حياة الدار بتفضله مش إنه بفضله يعني ما عندي غير خيار هيدا الخيار الوحيد لعندي كنت تتخيل بالحياة إنه بترجع يمكن تجي تعيش لوحدك وتبعد عن عائلتك لا أكيد لا ما كنت مستنظرة تزعل ما كنت لأنه بحب أولادي تحس حالك هون عيش ببيتك الثاني معلوم أكتر من بيتي هون نحن قربنا لأ الله تضم دور المسنين من هم كبار السن أو عجزة أو مرضى يطلقون فيها الرعاية اللازمة وحتى المحبة ولكن ما هو المطلوب ما رح قول إنه هالمسنين مبسوطين مية بالمية بدور المسنين إنما في هم كبير خافف عن كهلهم يعني والعتب والبشع مش إنه ينحطوا الأهل بمكان للمسنين إنما هو تنسيهم لأن إذا تركتوا بالبيت ونسيتوا أكبر جريمة وتبقى الأحكام المسبقة بحق من يلجأنا إلى هذه الدور مرتبطة بمنظومة قيم اجتماعية ودينية تدينها ربما هي الظروف التي تحكم على الأولاد وتتحكم بمصير الأباء والأمهات وربما هو القضاء والقدر أو الإهمال الأنانية نكران الجميل لكن الأكيد أن دور العجزة أينما كانت في بلداننا العربية تحاول أن تزرع الأمل في خريف العمر لأخبار الآن فريسة بيعنطون لبنان أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجولنا القصير مشاهدين من الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة البيان الإماراتية التي اخترنا منها لكم في الصحة النوم على متن الطائرة قد يضر بالسمع جاء في تفاصيل الخبر كشفت بحوث نشرتها كلية الطب جامعة هارفرد أن الغفوة خلال الطيران قد تفقد الراكب السمع وإذا كنت نائما على متن طائرة خلال تغيير مفاجئ في الارتفاع فقد يعرض ذلك قدرتك على تحقيق التوازن في الضغط على طبلة الأذن الخاصة بك للخطر ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ضرر دائم ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط مشاهدين 21% من الأطفال في ألمانيا يعيشون في فقرة يعيش 21% من الأطفال في ألمانيا في ظروف حياتية يهيمن عليها الفقر لمدة تزيد على خمسة أعوام الأطفال المعرضون للفقر في ألمانيا هم من يعيشون مع أسر يقل دخلها عن 60% من متوسط الدخل الشهري في ألمانيا أو تحصل على معنات اجتماعية من الدولة صحيفة الاتحاد الإماراتية مشاهدين عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم لندن تواجه أزمة الشقق بأكبر مبنى في العالم للسكن المشترك يقدم مبنى من عشرة طوابق يقع في لندن ويعد أكبر مشروعا للسكن المشترك بالعالم ورفا صغيرة وخدمات عالية المستوى لشاغليه في سياق مبادرة هدفها مواجهة أزمة السكن في المدن وافتتح هذا المشروع افتتح في ربيع العام 2016 على حافة طريق مروري في شمال غرب العاصمة البريطانية لندن على بعد عشرة كيلومترات تقريبا مشيا عن محطتي مترو في صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين نقرأ بكين تستخدم روبوتات لضبط المرور وتسجيل المخالفات بالطرق هناك جاء في تفاصيل الخبر اختبرت شرطة المرور في بكين استخدام روبوتات لحراسة الطرق السريعة وتسجيل المخالفات المرورية مثل الوقوف غير القانوني للسيارات والقيادة بحارة الطوارئ كما يمكن للروبوت ارسال تحذير صوتي للسيارات في حالة الاكتباظ المروري على الطرق السريعة وعند وقوع حوادث سيارات أو في حالة صيانة الطرق والطقس السيء في تلك الشوارع ختاماً مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية التي نقرأ منها نظام جديد يتحقق من الهوية عبر اهتزازات الحنجرة جاء في تفاصيل الخبر يعكف حالياً فريق من الباحثين في جامعة ميشيغان الأمريكية على تطوير نظام فريد معصوم من الخطأ في التحقق من هوية الشخص عبر صوته بدقة عالية جداً تحول دون انتحال الصوت أو محاكاته من قبل قراصنة أو متسللين أوضح الباحثون أنهم يطورون نظاماً جديداً يعتمد على الحلق أو الوجه أو الصدر في تحديد هوية المستخدم نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضاً بيعت لوحة رسمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى إمباير ستيت في نيويورك مقابل 16 ألف دولار أمريكي وليست هذه المرة الأولى التي تباع فيها لوحة رسمها ترامب بمبلغ كبير وفي عام 2005 باع لوحة لأفق مدينة نيويورك وفي الوسط منه مبنى برج ترامب بأكثر من 29 ألف دولار في أخبارنا الرياضية عقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فريق سلتك وفريق باريس سان جيرمان بغرامة مالية بسبب شغب جماهرهما خلال لقاء الفريقين بدور الأبطال الشهر الماضي وغرمت لجنة الانضباط بالاتحاد القاري سلتك 10 ألاف يورو بسبب اقتحام أحد المشجعين للملعب ومحاولته ركل كيليان بابي مهاجم سان جيرمان خلال الخسارة على ملعبه بخمسة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية بدور المجموعات وتم تغريم سان جيرمان 5000 يورو بسبب تلفيات ألحقتها جماهيره بملعب سلتك وتحطيم المقاعد خبرنا الأخير أيضا من عالم الرياضة إذنال البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2017 وللمرة الثانية على التوالي والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال حفل توزيع جوائز الفيفا وتفوق رونالدو نجم ريال مدريد على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي فيما فاز الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بجائزة أفضل مدرب بعدما قاد ريال مدريد إلى العديد من الألقاب في الموسم الماضي وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تفكير بما جاء فيها من عنوين صحفية سورية تفوز بجائزة روري بيك لمصوري الفيديو المستقلين مصرف الرافدين العراقي يعيد نشاطه في الموصل وبين ساعات العمل الإضافية وتقليل ساعات العمل الأصلية كيف يؤثر ذلك على صحة الإنسان بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في مجاز الأنباء دائما أونوا معنا شكرا على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سابسكرايب إن تم الإعجاب بذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك